تحوصي على وصفة سهلة وابنينا واهم شي تكون اقتصادية معلق غير الجربي هذه الوصفة بيتزا كوفير او كوكا من اروع ما يكون بنتها ولا اروع جم ورقة ومقارمشة بيدون عجينة مورقة نتيجة مذهلة راح نتحصلوا عليها تبعوا معي المراحل بنتعرفوا على الطريقة نبدأ بالعجينة عندي كاس ماء كاز زيت مورفة صغيرة ملحة نخلطهم مليح مليح حتى يوليوا بهذا القوام مورفة صغيرة خامرة كيميائية ثلث كسان ونصفارينة نتحصل على العجينة نعجنها حوالي ثلثة دقائق ونحطها في الثلاجة ونحضروا الخالطة لنورقوا بها عندي خمس مغارف انشاء وخمس مغارف الزيت حتى نتحصل لهذا القوام نروحوا للحشو عندي بصلة اضفت على شوية زيت شوية فلفل حار حتى تتقلم نضيف عليها زج حبات ماطم وشوية ملح ونخليها حتى تنشف من هذه الكلمة وتوليلي بهذا الشكل هنا العجينة نتاعي نحلها بهذا الشكل لتكون رقيقة ونضير هذه الكريمة اللي حضرتها اللي رح ينورقوا بها نروليها ونكسمها على ثنين وراح نحل كل جزء واحده الجزء الاول نضيرهم من الأسفل والجزء الثاني من الأعلى البلاطو 30 على 40 سنتيمتر نضير بينتهم الحشو شوية فروميج وهنا أرح نغطيها كما شتوا بالجلء الثاني ونحاول نسكر مليح مليح الأطراف بهذا الشكل نحي الزوائد ونحاول نقطعها مربعات دهنتها بالبيض بيضة كاملة زينتها بالزيتون الأسود ندخلوها الطيب في الفرن وهذه هي النتيجة صدقوني ولا أروع تجيء بزيف بنينا ما تنسوش تزوروا قناتي على اليوتيوب حلوية سهلة وسريعة أم لينا تلقوا بزيف وصفيت ترجمة نانسي قنقر